وزي ما احناك قلت كمان قوة الخصم يعني الخصم مش قوي للدرجة اللي هو ممكن يعني بس في لحظة الكورة طبعا ما فيهاش كلام يعني في لحظة ممكن كان الشوط التاني يحصل تعادل أو غيره عايزة أسأل حضرتك على دماغ أو عقل حسام حسن لأنه فيه كلام كتير قوي بساعة الماتش وبعد الماتش هو كابتن حسام حسن بيلعب بأي خط بأي تكنيك بيلعبه في الماتش ده فشايف التكنيك الفني أو الخطة اللي لقى بيها العميد حسام حسن ازاي مبيرها هو طريقة هو مرن تكتكين هو مش جامد يعني هو مرن تكتكين ومعندوش سيستم بس زي كيروش مثلا أنه أنا هلعب بنفس الطريقة دي أنا لازم أوزل لعبين أيا ما كان مين اللي هتوظف هتوظف نفس المكان حتى لو فيه إصابات أنا هنزل لعب آخر زي ما اكتشف عمر كامل عبدالواحد أو محمد عبدالمنع ونزل في أخر ربع ساعة كمان عمر كامل عبدالواحد لما نزل آخر ربع ساعة برضو الدنيا أعمل التوازن شوية وعجبني أنه إنهاء خلاف بشكل أو بآخر لأنه كان موجود فيه خلاف عشان نبقى وقعين فيما بين العميد وعمر كامل عبدالواحد لأنه يستدعي بعد إصابة فتوح وأنه كمان يشارك في هذه المبرى كواس جدا في بعض التغييرات ما عجبتني أنا كنت أتمنى أشوف مصطف فتحة على سبيل المثال على الأرض المقلب لازم كان يريح لعيبة ويبدي لعيبة جعانة كرة عايزة تثبت نفسها مع متخب مصر في الفترة دي ليه ما يريحش يطلع محمد صلاح المشكلة آه هو الكينج والملك وكل حاجة بس كان ممكن ياخد مصطف فتح دوره على الأرض المقلب بعض اللعبين اللي شاركوا في اختام المباراة أفتكر أنه مش تكريم أنه هما يشاركوا لمرة أولى بس أنه شارك أحمد أمين أفا على سبيل المثال أول مرة لقاء دولي فدي أعتقد برضو كانت حاجة ضريفة وده محطة هجومية بس ما ينزلش ونتيجة متعلقة يعني لو لقدر الله دخل في منتخبنا الواطنين هدفت عائده الرجل ده كان ممكن يعني يتعقد من أنه يشارك مع منتخب مصر فإنه إنت عايز تأدي بأدوار دفاعية أكتر كان ممكن توظف بعض اللعبين بشكل مختلف في نصف الملعب مع التغييرات اللي كمان كانت توقيتاتها مش هي نفس التوقيتات المزبوطة اللي تزبط الإقاع أو ترد ردة فعل مميزة مع تغييرات اللعبين والتكتيك على الأرض الملعب علشان توقف منتخب ركينا فاسه لبدأ أنه يمسك التيمبو والريتم والإقاع إمام عشور شفته إزاي إمبرح لأنه كان باين كده حتى هو طالع من الملعب زعلان شوية هل اتظلم أداءه ما كانش تأدي كده هو وزيزو إمام وزيزو إمام بس لأنه كان عنده إصابة في العضلة الأمامية وكان بيعاني ما قبل حتى خروجه وما كانش بيقدي بشكل كبير أنه كمان ضغط المباريات شوف أهلي زمالك من اللعبين اللي كانوا موجودين على أرض الملعب كمية مجهود مبزول جبار خلال المؤسس مع ضغط المباريات إفريقيا كان أو محلان ولسه جايين كمان معبد التوقف أنه هيشاركوا مع أنديتهم في المباريات المورجاة علشان ينفسوا على لقب الدوري سواء الأهلي أو زمالك أو حتى لعب يبرامز اللي ما شاركش منهم في المباراة بس فكرة أنه اللعابة دي مرهقة ففيه جهد كبير مبزول فطبيعا أنه لو ما قداش المستوى الكبير غير كمان أنه اللعابة أصلا اللي جاي حتى المحترفين إنهاء موسم فطبيعا أنه في حالة من الإرهاق وده كان واضح جدا فيه زي ما نقولها في عالم رياضة كرشة النفس اللي جات لهم في الشوت الثاني فكان دور حسام حسن أنه ما بقاش ألان بقدر ما يبقى عنده كراءة وهدوء على أرض الملعب مع التغييرات اللي كانت تزبط الإقاع ما تلعبش في رتما أنا ما أشوف أنه طريق تلاتة خمسة اتنين أو تلاتة أربعة تلاتة ومشتقاتة اللي بلعب بيها تلاتة قلوب دفاع مش هالأنسب بالنسبة للمتخم أصري يعني طريقة الأربعة في القلب ولو عايز للعب قدامهم ستوبر متقدم شوية في قلب نص الملعب زي حمدي فتحة بس بقى فيه أربعة هتأمن أكتر دفاعين ودي ممكن يلعب بيها قدام غينيا بساو في بساو بإذن الله يوم الاتنين اللي جاي يوم الاتنين اللي جاي في الجولة الرابعة من تصفية كأس العلم